مرحباً معكم كرييريف ايد هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تغير لون الشفاء وحول الشفاء إلى الداكن أحياناً الشفاء الداكنة تكون بسبب طبيعي لكن هناك عوامل أخرى تغير لون الشفاء مثل التدخين والتعرض لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية والاختلالات الهرمونية والحساسية للمواد الكيميائية المختلفة والمكونات من منتجات مكياج الشفاء التي تستخدمينها وأيضاً تناول الشاي والكافين الخطوة الأولى لتفتيح الشفاء الداكنة هي معرفة أي من الأسباب المذكورة هي المسؤولة عن جعل الشفتيك تبدو داكنة بعد تحديد المجرم نقترح عليك الإقلاع عن هذه العادة ومن ثم تبدأ علاج تفتيح الشفاء الداكنة وإليك طريقة العلاج نحتاج إلى ملعقتين كبيرتين سكر السكر مقشر طبيعي وهو مصدر طبيعي لحمض الكلايكوليك الذي يوحد تدريجياً لون الجلد وينظف المسام ويحسن بنية البشرة عموماً عن طريق إزالة خلايا الجلد الباهتة والميتة وملعقة كبيرة عصير ليمون طازج الليمون مصدر طبيعي لفيتامين سي ويزيل البقع ويوحد لون البشرة وهو أيضاً قابض طبيعي يشد المسام ويجعل البشرة مضيئة بعد ذلك وباستخدام عود القطن ضع المزيج على شفتيك وحول الشفتين اتركها لمدة 15 دقيقة ثم تشطف بالماء الفاتر اتبع هذه الوصفة مرة يومياً لمدة أسبوع وستفاجأ بالنتيجة وفوق كل ذلك سوف تصبح شفتيك والمنطقة حول شفتيك طرية وناعمة وحيوية نشكر متابعتكم لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة كرييريف ايد والضغط على زر اعجبني وإذا كان لديكم أي استفساد تركوا تعليق